لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد المفاوضات مع خالد نزار اندلعت في شهر اوت 2020 نعم وهناك نحن كما نذكر من قبل انه في جويليا 2019 روجت وسائل اعلام انذاكم بينهم جريدة الوطن انها هناك عملية مفاوضات مع جنرالات بينهم خالد نزار غير ان خالد نزار خرج عن صمته لذاك ونشر مقال في الموقع الالكتروني الذي يمتلكه نجله ولطفي ونفى وانكر ان هناك مفاوضات واكد بان هؤلاء توجد هذه المفاوضات وتحدث خالد نزار انذاك في مقابله عن خطة لزعزعة استقرار البلاد التي تمر باربعة مراحل وقال حينها بان تلك المرحلة بدأت المرحلة الاولى بالعهدى الخامسة المرحلة الثانية كسر ما سماهم جميع رموز المقاومات مثل في التوفيق بن حديد بورقعة بوحيرد هو ذكر هؤلاء الاربعة ثم ذكر المرحلة الثالثة هي استهداف في سلطة الجيش من خلال شعار دولة مدنية مشي عسكرية واتهم القيد صالح بانه السبب في كل ما يحدث ولكنه ايضا غازل الجيش وقال ان الجيش في اياده آمنة آمنة بعد رحيل القيد صالح آلح في هذه الفطرة التي نشر فيها مقاله وكما ذكرنا ان خالد نزار فر في معرس 2019 وبدأ في سلسل التغريدات انذاك وتحدث وهاجم القيد صالح هجوم شديد واعلن في 26 جوليو 2019 عن تراجعه عن العودة الجزائر لانه فيه كان مشروع اعتقال نعود خالد نزار بدأت المفاوضات معاه في اوت 2019 في تلك المرحلة التي غازل فيها المؤسسة العسكرية حيث قال انذاك بان الجيش في اياده آمنة كان ذلك في اوت 2020 عندما ذكر وقال ان الجيش في اياده آمنة اي انه بعد رحيل القيد صالح اذا انطلقت المفاوضات مع خالد نزار من تلك المرحلة ولاحظنا ان خالد نزار من اوت 2020 كأنه اختفى من المشهد لم يعد يعلق ولا يقول شيء ضد السلطة القائمة لم يعد امر اخر ان خالد نزار مريض لديه اكتشف امراض وهناك من يتحدث عن امراض خطيرة ارى لا شفاء منها هناك من يتحدث عن هذا الامر ولذلك خالد نزار صارت حياته مهددة بالوفاة بخلاله يخضع العمار بيدي له ولكن هذا المرض يشكل خطر على حياته خالد نزار النقطة الخطيرة في الموضوع انه خالد نزار شرع في ابتزاز الجيش بعد رحيل القيد صالح فقد ابتزهم انه يجب ان تتم اقاف الملاحقات بحقه وحق ابنه لطفي والشخص الثالث اللي معه الابتزاز كيف تم؟ قالهم انا مريض وخالد نزار عنده قضية في سويسرا تتعلق بجرائم حرب قالهم علي وعلى اعدائي علي وعلى اعدائي وسأقوم بكشف ملفات ما حدث في التسعينات من خفايا واسراء واسرار وانتهاكات وكل شيء وهدد حتى انه يذكر الاشخاص القضايا المتورطة فيهم وذكر شنجريحة وذكر الجنيرال مجاهد وذكر الكثير من الاشخاص القياديين مسؤولين الان في المشهد خالد نزار هدد المؤسسة العسكرية وهو في الخارج وما يستطيعون يعملونه شيء ما يقدروا يعملونه حتى شيء وخالد نزار متهور كان يمكن ان يقدم على اشياء تجعل المؤسسة العسكرية في حزبه كما يقول اذا خالد نزار هدد بتحريك ملفات التسعينات ولا يوجد ما يخيف المؤسسة العسكرية مثل ملفات التسعينات لانه تلك الملفات طويت بالنسبة لمؤسسة العسكرية وطويت بملف المصالحة التي ملف الوئام المدني قانون الرحمة ثم الوئام المدني وبعد ذلك المصالحة في 2005 اللي دارها الجيش أيش وبوتفليقة على كل حال في عهل بتفليقة روج بها بتفليقة من خلال القانون المصالحة الوطنية والمرسيم التي خرجت والعفو الذي خرج على صدر بحق ناس وكذا وكذا والتعويضات التي قدمت إلى ابناء الناس اللي عندهم ابناءهم ماتوا مفقودين وما إلى ذلك بالنسبة للجيش طويت هذه المرحلة وأن تتم استعادة هذه المرحلة من طرف شخص كان هو الفاعل الرئيس في تلك المرحلة أعتقد بأن ذلك سيسبب المتاعب للقيادة العسكرية في مثل هذه المرحلة بالذات التي خاصة أن الجيش يعيش في حالة طوارئ بسبب ما يحدث في الصحراء الغربية وما يحدث في منطقة الساحل والصحراء وما يحدث على حدود ليبيا وكثير ويدن يكون أن مثل هذه الملفات لو نطق خالد نزار سيتم استغلالها من طرف دوائر ربما يجري التحرك حتى داخل هيئة الأمم المتحدة من أجل إصدار قرارات تخص تلك الجرائم أو المطالبة بتحقيقات والخوف كله من الطرف المغربي الذي في هذه المرحلة يبحث عن أي ملفات يستغلها ضد الجزائر فإذا صدر تصريح من خالد نزار أو أعمال أو كشف ملفات ربما يلجأ المغرب إلى تحريق قضية في الأمم المتحدة تتعلق بجرائم النساء والمطالبة بتحقيقات جنائية في الجزائر وما إلى ذلك وربما أطرف أخرى يجري التخوف منها في ظل التطبيع المغربي مع إسرائيل في ظل رفض الجزائر للتطبيع في ظل الدعم الأمريكي للمغرب على حساب الجزائر وعلى حساب الصحراء الغربية أعتقد بمثل هذه الأمور لن تكون في صالح جزائري أبدا خالد نزار هذه العودة جرت بترتيب من الجنرال توفيق في مكان إقامته اللي التقى معاه هو يوسف بوزيد تحت أيضا القيادة العسكرية كانت تتابع هذا الأمر لكن تتابع هذا الأمر عملية التواصل مع خالد نزار التي لم تكن صعبة خالد نزار كانت منذ خرج إلى الخارج وهو على تواصل دائم مع ناس متقاعدين وحتى مع ناس ما زالوا في المؤسسة العسكرية وخاصة بعد رحيل الجايد صالح في فترة الجايد صالح كانت هناك تخوفات بلا أدنى شكل كل واحد يخاف على رأسه أسوه لو يتواصل مع خالد نزار سيدفع الثامن الغالي ولكن بعد رحيل الجايد صالح صار الأمر سهل جدا فخالد نزار كان يتواصل مع كثير من القيادين أمر آخر أن خالد نزار البعض يتحدث بأنه تم إفراغ مذكرة التوقيف في المطار في الجزائر وهذا غير صحيح خالد نزار اشترط عليهم إفريغ مذكرة التوقيف في إسبانيا قبل مغادرته الجزائر وقام بتوثيق الجلسة عن طريق أجهزة تصوير احتفظ بهم ابن لطفي كدليل فقال لأنه خالد نزار لا يعطي الثقة في أي كان ما يعطيهم لا يعطيش فيهم الثقة ولكن خلاهم والناس اللي جلسوا معاه وقاموا بالإجراءات نتخيل نقلوله نقولوا ناس هناك تم إفراغ مذكرة التوقيف قبل دخوله للجزائر وهذه في القانون نخلي المجال لرجال القانون يتحدثوا في هذا الأمر مذكرة التوقيف لم يتم إفراغها في الجزائر اشترط عليهم خالد نزار أن إجراءات التوقيع على إفراغ المذكرة تكون في إسبانيا قبل أن يغادر وهذه سابقة وهذه سابقة في العدالة وفي القضاء من مفروض خالد نزار قانونيا أنه ينزل ويتم إجراء في تفريغ مذكرة التوقيف ويتم إيداعه للسجن لأنه متابع في قضية جنائية وعليه حكم عشرين سنة سجن نافذة غيابيا ويعمل معارضة على الحكم لأنه كان غائب مش بعض كالناس يتحدث يقول سيذهب إلى الاستئناف لا ستعاد محاكمته هو يحاكم منذ البداية مش في الاستئناف الذي تطعن بالنقض الذي قام به المحكمة العليا لا خالد نزار حكم عليه غيابيا بمجرد ما يدخل يقوم بالطعن في هذا في هذا الحكم الغيابي يسمى خلاص لا عود حكم عليه يعود يدخل السجن ويحاكم منذ البداية يعني تعاد القضية إلى المربع الأول وهم لا يريدون إرجاع القضية إلى المربع الأول على حسب المعطيات هم يريدون مباشرة إعادة محاكمة توفيق وطرطاق وحنون والسعيد ومعاهم خالد نزار ومباشرة يزدر عليهم أحكام أما مخففة أو بالبراءة أو بعدم المتابع إسقاط الدعوة كامل ويعودون إلى بيوتهم وخالد نزار يعود إلى بيته كحكم ابتدائي من المفروض هكذا تكون هذه الإجراءات ولكن يبدو أن الأمور طبخت بطلق أخرى لذلك أنه ينتقل الملف ويتم إفراغه في إسبانيا ويتم توثيق الجلسة وهذا شرط خالد نزار أنه قالهم أنا لن أثق في أي إن كان هو رغم أنه يعرف الناس هذا متواصل معه لكن ما أعطاش فيهم الأمان إذن قالهم كل الإجراءات وتم توثيق توثيق هذه الجلسة بأجهزة مصورة بفيديوهات في حالة إذا خالد نزار أن الجهة الأخرى التزمت بكل ما وعدت به وخالد نزار عادة سالما غانما وانزل وراح البيت البيت إلى القصر الفاخر الذي يمتلكه وهو جار إلى الجنرال توفيق جيران مع بعضهم في هذه الحالة أهلا وسهلا وإذا كان تم التلاعب به ودوه في السجن ابنه عنده ما يستطيع أن يزعزع الأمر ودار الكثير من الأحاديث أنك تصور جلسة فيها جنرال يتحدث مع الجنرال كان وزير دفاع وبعد ذلك تنشرها وتصير حديث العام والخاص في وسائل الإعلام أعتقد بأن الأمر ليس بالهيئة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله